وصلنا مشاهدينا لفقرتنا الطبية وضفنا الدكتور العلامة أستاذ دكتور حازم ياسين أستاذ طب وجرحت العيون بالأسر العيني أهلاً وسهلاً بحركة يا دكتور منورنا ومشرفنا منور حريطيك يا فاني دكتور عايزين نتكلم في موضوع مهم قوي النهاردة وهو الليزر وعمليات الليزر ومنذ منها بقى الليزك وكل عمليات الليزر الخاصة بالعيون هو كويس النهارتك فتحتي الموضوع ده ليه لأنه أنا شايف نوع من أنواع الإنفلات في ممارسة العمليات ديت أولاً لأنه أغلبية اللي بيحبوا يعملوا العمليات ديت بيبقوا في مرحلة الشباب يعني سنة 18-19-20 فطبعاً المسؤول لعاني اتخاذ القرار بيبقى الوالدين فطبعاً جمهور المشاهدين اللي هيسمعنا دلوقتي اللي هم يعني أولياء الأمور لازم ينتبهوا إلى أنه لابد من توافر شروط معينة لعمل أي عملية الإصلاح عيوب الإبصار بالليزر على صوتها القرارنية إزاي؟ نمرت واحد لازم يكون سن المريض وصل لمرحلة فيها سبات درجة النضارة يعني درجة النضارة دلوقتي زيها زي من ست أشهر زيها زي من سنة خلاص أصبح فيه سبات في درجة النضارة هل ده ليه سن معين؟ الحقيقة إحنا لما بنقول كلمة سن 18 لأنه هو بيبتدي يثبت من عند سن 18 لكن فيه ناس ممكن تلاقيهم ما ثبتش عند سن 18 ثبت عند سن 19 أو 20 أو 21 ولذلك احنا بنوصي دايما في قصة بتاعت سبات النظر دي أنه يكون عدة زيارتين بنفس المقاس ويبقى بينهم 6 أشهر الحاجة التانية أنه لما نيجي نعمل هذه العمليات خدي بالحارتك أنه السن ده هو سن برضه بيظهر فيه بعض الأمراض الجلدية زي مثلا حب الشباب أنا اكتشفت أنه جمهور كبير جدا ما يعرفش أنه العلاج بتاع حب الشباب يتعارض مع عمل عمليات إصلاح يوب الإبصار ولذلك أنا بنبه لده النهاردة عشان حتى زميلنا اللي لسه على وشك ممارسة المهنة يبقوا عارفين أنه فيه يعني بعض الأدوية أو العقاقية اللي بتستخدم في علاج حب الشباب اللي فيها مادة اسمها آيزوريتينوك هذه المادة بتؤدي إلى حدوث جفاف على سطح العين وبالتالي ما ينفعش نعمل معها عملات إصلاح يوب الإبصار على سطح القرانية يعني هي دي اللي هي بتنشف الجلد مزبوط وكمان بتنشف العين ربع على حردك إذن الناس اللي عندهم حب شباب أو بياخدوا أي أدوية للأمراض الجلدية لازم ينبهوا طبيب بتاعهم حتى لا مساءلهمش على فكرة يا دكتور أنا بيستخدم كذا عشان ينشف الحبوب بتاعت الشباب إنه كمان هنشف العين بالزبط كده طيب إيه تاني غير الشروط ديت إحنا عندنا فحص لازم يتعمل عند كل الناس اللي داخلين يعملوا عمليات لإصلاح يوب الإبصار بالليزر على سطح القرانية وهو فحص يطلق عليه البنتا كام أو الكاميرا الخماسية بنتا يعني خمسة وكم اللي هي اختصار كاميرا فالبنتا كام ده عبارة عن كاميرا خماسية بتشوف تحوق تكيف التحدد بتاعصتها العين عمل إزاي سمك القرانية في الأماكن المختلفة مخدار نقصان وزيادة سمك القرانية من المنطقة المركزية للمنطقة الترفية في منتهى الأهمية لا يمكن إجراء عمليات لإصلاح يوب الإبصار بالليزر إلا بعمل هذا الفحص اللي هو البنتا كام تقل إنه أشعع يعني بشكل معامل بالضبط ده حاجة زي ما تقولي كده حارتك واحد داخل يعمل مثلا يشتري حاجة فقالوله وريني بطاقتك دي بطاقة الشخص اللي داخل يعمل عملية إصلاح يوب إبصار بالليزر تمام يبقى البنتا كام مع ثبات القصر النظر أو طول النظر أو الأستيجماتيزم زائد آخر حاجة بقى إنه يكون عندنا الرينج بتاع قصر النظر أو طول النظر أو الأستيجماتيزم جوه الرينج بتاع الليزر زمان لما كنا بنعمل الليزر ده مثلا في التسعينات ما كانش عندنا ضوابط إنه إحنا نقول لا ده ما ينفعلوش الليزر النهاردة أي أرقام فوق الماينس 9 غالبا أنت ما ينفعلكش الليزر لأنه هيأثر على سمك القرانية تمام كده؟ ومعنى كده إنه لما يخلي القرانية ده رفيع ده ممكن يؤدي إلى ضعف شديد في جدار القرانية ويحصل فيها انبعاج يمكن في حلقة سابقة كنا بنتكلم على أمراض القرانية أيه والناس اللي ممكن يحصل لهم احتياج لزرع القرانية من ضمن الحاجات اللي احنا ما قلناهاش في الحلقة ده شخص عمل عملية إصلاح قصر بالنظر بالليزر كان عنه طبيعية تمامة راح عمل عملية إصلاح قصر بالنظر بالليزر لكن سمك القرانية بتاعه غير كافي أو درجة قصر النظر عالية جدا فعمل فالقرانية رفعت فبتالي التنبعج فيجيله ما يطلق عليه زي قرانية المخروطية اللي جات بعد عملية الليزر ده شخص ما كانش عنده مشكلة فانية أكتر منه عايز يستغنى عن النظر راح عمل العملية بدون ما ينطبق عليه هذه الضوابط والشروط أدى ذلك إلى دخوله في احتياج لعمل يا زرع قرانية يا زرع دعمات يا تثبيت نسيق قرانية إلى آخر فبيجي لي ناس كتير يبقى مش هينفعلوا والأب والأم خلاص يبقوا احنا موافقين ومتقبلين انه خلاص مش هينفعلوا والشخص بيدور على بديل البديل للناس اللي ما ينفعلهمش عملات إصلاحة يوب إبصار بالليزر على سطح القرانية زرع عدسات انكسارية داخل العين ايه هي العدسة الانكسارية دي عدسة زيها زي العدسة اللسقة وفيعة جدا زي اللانس بالزبط جدا بس بتتزرع داخل العين وورا القزحية وقدام عدسة العين فما بتبانش قدام أي حد وفي نفس الوقت بتصلح قصر النظر والأستجماتيزم إلى آخره طب ليها ضوابط أكيد ليها ضوابط ايه ضوابط بتاعتها زي ما كان فيه ضوابط لعملات إصلاحة يوب الإبصار بالليزر برضو دي ليها ضوابط لازم سمك أو عمق الخزانة الأمامية يبقى كافي لاستيعاب هذه العدسة لازم عدد الخلايا المبطنة لضهر القرانية يبقى كافي لاستيعاب أو وجود هذه العدسة زائد إن احنا نعمل المقاسات المزبوطة عشان نعرف الصيز أو الحجم بتاع العدسة قطر العدسة قد إيه عشان يبقى ملائم مش بس في الباور ده كمان ملائم في الحجم بتاعها وقطرها للشخص اللي هتزرع له هذه العدسة لكن هي عملية آمنة تماما إذا توفرت لها الشروط بتاعة عمل عمليات إصلاح يوب الإبصار بالليزر طبعا إحنا كده اتكلمنا في زي مصارين يبقى إصلاح يوب إبصار بالليزر على سطح القرانية وإذا كانش ينفعله وما توفرتش فيه الضوابط والشروط اللازمة لعمل هذه العملية يبقى على طول يروح ناحية زرع العدسة الانكسرية اللي تتحط فوق عدسة العين في بعض الناس ما ينفعلهمش لده ولا ده دولة مجموعة قليلة بيبقى عندهم قصر نظر عالي جدا لمرحلة ان احنا لازم فيها نستبدل عدسة العين الداخلية بعدسة أخرى يعني العدسة الداخلية دي هتزال وتحط مكانها عدسة أخرى هذا الاسلوب الجراحي ما هواش أسلوب مستحب ليه؟ لأنه هذا الاسلوب الجراحي لما بتتشال العدسة دي بتتشال عند ناس عندهم قصر نظر عالي جدا تمام؟ الناس اللي عندهم قصر نظر عالي جدا بتبقى الشبكية أطرافها عندهم رؤياء للغاية حساسة رهيفة وقد يحدث عن إزالة هذه العدسة البلورية وزرع عدسة أخرى مكانها خطورة لحدوث انفصال شبكي مش بالضرورة لكن لابد من أنه كل مريض رايح يشيل العدسة بتاعت عينه ويحط عدسة مكانها عشان يصلح قصر النظر يتطمن أن الطبيب بتاعه شاف أطراف الشبكية ويتطمن أنها ما فيهاش مشكلة عشان ساعتها نقدر نعمل هذه العملية بأمان والانفصال الشبكي ده ملهوش عملية ترجعهم؟ أكيد بس انت حرك بتكلمي النهاردة في شخص جاي يستغنى عن النظارة ما عندوش أي أمراض هيدخل نفسه في كذا فأنا لو ما عملتش الضوابط والشروط دي بمنتهى الدقة إذا هعملها على مستوى قرانية ممكن يجي له قرانية مخروطية إذا هعملها على عدسة ما كان عدسة العين ممكن يجي له مفصال شبكي إذا لابد هنا من أنه معامل الأمان يبقى عالي جدا عشان ما تعرضش المريض أو هو مش مريض وما كانش مريض ما تعرضش هذا الشخص اللي داخل يعمل عملية الاستغناء عن النظارات إلى شخص حصل له مضعفات لعدم انضباط وعدم الحرص الشديد على أن المواصفات تكون يعني منطبقة تماما عليه طيب إحنا معنا تريفون أم عمر أهلا وسهلا أهلا يا حبيبتي أهلا وسهلا أهلا حضرتك أنا ابني عنده حضار سبطين ونظر ضعيف في السنة ابنك عنده إيه 11 سنة وعنده حضار سنة هو الصوت مش واضح ابنك عنده 11 سنة ونظره ضعيف وعنده إيه حاول في عينه الشمال حاول في عينه الشمال أو في الإيمين لا في الإيمين حضرتك في الإيمين عنده محفظ وراء لما ديه النظارة يجب أن أول يحاول فيه هو حضرتك ينفعه يعني يتعمل له وطفحش نظر وكده بص يا حارتك لازم بس نتطفق كويس لازم نتطفق الأول دلوقتي على حاجة مهمة جدا حارتك قلتها لو تفتكلي حارتك احنا في بداية الحوار مع الأستاذ الدعاء أنا قلت أنه لازم يكون قصر النظر عند الشخص وصل لمرحلة السبات وده غالبا بيتحقق بعد سنة 18 طيب واضح من أنه كلام حارتك أستاذ أم عمر أنه هو عمر هو الشخص اللي عنده هذه المشكلة آه هو عنده 11 سنة عمر عنده 11 سنة هل إصلاح عيوب الإبصار بيتم الطفل الصغير عنده 11 سنة الحقيقة بيتم في استثناء دقيق للغاية واستثناء نادر إيه هو أنه يبقى عنده عين ضعيفة جدا فيها قصر نظر عالي جدا والعين التانية سليمة تماما في الوضع دوة المخ بيعمل إيه بيعتمد على العين السليمة ويبطل خارس يشغل العين الضعيفة فيحصل لها حاول في هذه المرحلة آه إحنا هنا بقى مجبرين على أن إحنا نعمل عملية للطفل في السن ده عشان منسيبش العين دي تخش فيه مرحلة الكسل الأبدي الكسل اللي هو ما بيتصلحش طبعا ده بيكون تحت سن العشر سنين برضو يا أم عمر عشان نبقى إيه بنتابع الموضوع مظبوط فساعتها إحنا بنعمل زي ما نكون صفرنا كده العداد سوينا العينتين ببعض عشان يبقى الفرق ما بين العينتين أقل من أربع درجات يتم استعاده بالنضارة طبية أو بعدسات لصقة إلى آخرين بعد ما تتم هذه الخطوة نشوف بقى هل سبب الحاول كان هو الفرق ما بين العينتين ولا سبب الحاول هو ضعف في العضلات بتاعت العين ولا سبب الحاول إنه هو محتاج نضار فالحقيقة عشان ندي رأي دقيق في كل الاختلافات الكبيرة اللي أنا قلتها لحارتك دي أعتقد إنه الكشف على عمر هيبين لنا حاجات كتيرة قوي تفصل إيه اللي تعمله هالنضارة هالليزر هالزارة عدسات هالعمالية تحاول بس لكنه العينتين في نفس القوة ولا إيه اللي تعمله ماشي حبيبتي يعني دايما حديك بتقول إن دايما الأهل أو أولياء الأمور هم اللي بيقوم ركزين مع حالة ولادهم في موضوع العيون دي أنا عشان كده معجب جدا بلوسيزم وعمر إن هي وعية وبتسأل فيه إيه الموقف إزاي الصرفة في الوضع إزاي كده وهي جابت مثال شديد الخصوصية إنه طفل عنده حاول وضعف النظر شديد عايزين نعالج الموضوع دوت إزاي لو العينتين فيهم نفس درجة قسر النظر يعني هنا نقص عشر درجات وهنا نقص عشر درجات نضارة الفم المليان بعض الأحيان بلاقي فيه تجاوزات الأطفال الصغيرين يتعمل لهم عمليات ليزر ما يتعمل لهمش عمليات ليزر إلا في حالة واحدة بس عين مينس عشرة وعين زيرو طب المينس عشرة دي هعمل فيها إيه لازم عملية إصلاح قسر نظر يعيما بالليزر لو سمك القرانية يسمح يعيما لو منفعش الليزر يبقى نعمل زرع عدسة فوق عدسة العين برضو لو تسمح يعني لازم تكون الضوابت دي محددة جدا فيه إن إحنا يجب أن نتباح عشان يبقى دايما درجة الأمان عند المريض عالية وبعدين بعد كده نشوف بقى درجة الحاول عند درجة الحاول تصلحت لما عملنا العملية لا لسه فيه بوائي طب يطرع العضلات بتاعتنا عاملة إزاي ما هتجين نعمل تدخل للحاول ولا لا أنا قبل الحلقة ما تقلص الدكتور عايزي أسألك سؤال مهم تحتعمل فيه كذا حد بعد ما خفوا تعافة من الكورونا حاسين إن هم بقى عندهم مشكلة في النظر يعني نتيجة للكورونا هل في علاقة بين الكورونا وبين مشكلة النظر؟ دي حلقة لازم تكون لوحدها يا أستاذ دعائي الحقيقة دي هتبقى حلقة مهمة قوي آه تأثيرات الكورونا على العين تأثيرات كتيرة جدا بس هي فعلا بتأثر هي بتأثر لو لقدر الله حصل أي نوع من أنواع اللي التهابت في أجزاء العين المختلفة يعني الحقيقة احنا تعلمنا في فترة الكورونا دي حاجات كتيرة جدا وشوفنا إصابات بتحصل من الكورونا في العين آه لكن عايزة أقول لي حالتك بس على حاجة برضو الجمهور المشاهدين عشان أطمنهم أغلبية اللي جالهم كورونا وكانت شديدة بيلحظوا أنه في فترة بعد الكورونا بيبقى عندهم إعياء وإرهاق مستمر آه بيتعبوا من أقل مجهود يعني أنا شخصيا جات لي كورونا الحقيقة مرتين آه وفي المرتين كان بيبقى عندي إرهاق شديد جدا مش قادر أعمل نفس المجهود اللي كنت بعمله قبل كده درجة القدرة على التركيز الزهني بتصبح مشوشة للغاية آه بتنسى كتير عندك إرهاق شديد آه بتقدرش تعمل نفس المجهود آه فعشان كده أنا بطمن بس جمهور المشاهدين إن شاء الله يبقى لنا حلقة كاملة بيزم حلقة كاملة عن الكورونا آه آه كل ما يتعلق بالكورونا والعين نفسها طيب نصيحة أخيرة بقى في حلقتنا النهاردة للمشاهدين وزاي نحافظ على عينينا وعلى نظرنا ونختار العمليات الصحة أولا آه آه لابد أنا أنا معليش طبعا أنا بقول هذا الكلام لكن آه آه ياريت لو إحنا دايما نبقى بناخد كلام الطبيب بتاعنا آه آه وناخد نسمع رأي واثنين وثلاثة ببعض الأحيان ممكن يكون فيه رأي واحد وهذا الرأي ممكن يدخلنا في مشاكل فما خابة ما نستشار طبعا يعني كقاعدة عامة أنا شخصيا بقولها كما لو كنت أنا مريض آه إن أنا لو رايح أكشف وسمعت من الطبيب بتاعي إنه أنت عندك كذا وأنا بنصحك بكذا ما يحصلش حاجة لو روحت سألت حد تاني وقلت له طيب إيه رأيك في الحالة وأسمع رأي تاني وتالت لأنه طبعا حاليك عارفة إنه الطب فيه صحيح فيه قواعد صارمة لطرق الإلاج الطبية لكن كمان بيبقى فيه بعض أفضليات لعملات على عمايات عند دكاترة مش عند دكاترة تانية فالاستماع للرأي الآخر برضو مفيد طبعا بشكر حضرتك جدا يا دكتور في نهاية الحلقة نوارتنا أنا المتشكر خارج سألت باعي بشكركم مشاهدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة